يواجه المدنيون في أرياف محافظتي إدلب وحمى حملة قصف متواصل وممنهج يعد الأعنف منذ توقيع اتفاق المنطقة من زوعة السلاح بين روسيا وتركيا في السابع عشر من شهر إيلولا العام الماضي أكثر من مئتي قضيفة مدفعية بالإضافة إلى عشرات الصواريخ سقطت خلال الساعات الأخيرة على محافظتي إدلب وحمى استهدفت مدن وبلدات المحافظتين موقعة ضحايا مدنيين وذلك بعد مرور سبعة أشهر على آخر استهداف للمنطقة منزوعة السلاح الطيران الروسي وطيران النظام السوري شنا حملة قصف مكثفة على ريفي المحافظتين حيث ألقي على مدنهما وبلداتهما أكثر من 48 برميلا متفجرا واستهدفت الغارات مناطق في بلدة ترملا والهبيت بريف إدلب وقرية لحويجة وسهل الغاب واللطامنة وكفرنبودة بريف حما كما ألقى طيران النظام براميل متفجرة على منطقة في قرية الصخر شمال حما والعريمة وعبدين جنوبي إدلب بالتزامن مع فتح الطائرات الحربية لنيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في ريف حماة الشمالي الغربي حملة القصف العنيفة التي طالت محافظتي إدلب وحمى تزامنت مع استقدام القوات الروسية آليات عسكرية وهندسية إضافة إلى معدات لوجستية إلى ريف حماة الغربي واستقدام قوات النظام تعزيزات أخرى نحو الريف الحموي على مقربة من ريف إدلب فيما يؤشر لاحتمالية عملية عسكرية أوسع نطاقا في المنطقة وتزامنا مع هذه التحركات العسكرية حذرت الولايات المتحدة من التصعيد العسكري في محافظتي إدلب وحمى مشددة على أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة كذلك تزامنت التحركات العسكرية مع إدانة أممية لموجة القصف والغارات الجوية على محافظتي إدلب وحمى إذ أدانت الأمم المتحدة موجة القصف والغارات التي استهدفت مدارس وأسواق ومخيمات نازحين ودعت جميع أطراف النزاع إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باتخاذ تدابير حماية المدني